السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربين مرحبا بكم في قناتي وقناتكم وقناة لبنة ماهر على فيديو جديد وفيديو نهار اليوم إن شاء الله سنشارك معكم في هذا مني بسيطلات بما ضاق الحوت بلا حوت كي يجيوا خاطرين أكيد إذا جربتوهم سيأجبوكم و ستقولي عندكم حشوة معتامدة طريقة سهلة في الخدمة شوفوا معي تقرميشة سلاموا البنة منعا وتشليكم عليها بالنسبة لهذه البسيطلات سنشارك معكم حتى الورقة باش خدمتهم بالنسبة للبنات اللي هنا في الغربة اللي كان لقاو كامل صراحة مشكل في الورقة سنشارك معاكم السلبيات والإيجابيات ديالها كي يجي واحد البسيطلات رائعين بتعتام دومي إن شاء الله حتى فرمضان المبارك إن شاء الله غادي نخليكم وغادي نقول لكم ما تنسونيش من القرطاج بالعائلة والأصدقة باش تعمل فائدة باش تجعوني أنني دائما نشارك معاكم وصفات آخرين وإلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة متنسونيش من الشراك تفعيل الجرس باش توصلوا دائما بجديد القناة أكيد إلا أعجبكم المحتوى كيف ما نقول دائما اندوزوا الوصفة إلى سالة الفيديو وعجبك الفيديو من طبيعة الحال متنسونيش من واحد اللايك أول حاجة لدينا هنا يزوج الهبرات تجاج عبرتهم لدينا 550 جرام سوف ندوزوا هنا في الهاشوار يعني تجاجة واحدة وهنا المكونات كاملة أرجعت هذا تجاج كفتا هنا سوف نحتاج لي كمية المادنة ثلاثة الفصوص كبار التوم كذلك حامضة صغيرة كل شيء يدوزوا في الهاشوار يجب معلقة صغيرة بابريكا جميلة بابريكا جميلة بابريكا جميلة ببزار لا يوجد الكثير نسمع لقى عمراء سكينج بير ونسمع لقى خرقوم ومشوية الملح هنا الفطر الأسود وعندي زيتون وعندي صالصة واحدة ثلاثة وهنا هذا تجاج الذي أحضره في الهاشوار يجب زيت ونحتاج الصالصة الحارة وهنا صالصة صالصة وعندي عاصر الحامض ممكن استعمله الطري أنا هنا استعملت هذا ونزيد حتى 8 طرين إن شاء الله لدينا هذه المكونات نضيفهم كمية الزيت لا نكتره كثيرا حشوة مزيتة ويبقى لكم هذا الزيت هنا نضيف الحار على حساب الضوء كذلك نضيف صالصة صالصة زوج معالق ونضيف ثلاثة معالق حتى الأربعة لا تنسوا الملحة لا تكتروا لأننا صصصة ملحة العصر الحامض وكذلك الحامضة مصيرة لدينا تحضير الفيطر الأسود يجب أن أضع ومصيرة حتى يجب أن أضع صافي وقعته ومصيرة ومصيرة ونضيف كل شيء في مقلة سأضع سهل كل شيء يجب أن تشحروا بعض توابية كما ترى سأضيف وعليهم هذه الكفتة التي تأتي حشوة بنينا خطيرة بنينا ممكن تستعملوا بشعرية صينية بحلقة في أي شيء بريوات سيقار أنا هنا مجهدة النار لماذا أردتكم النار مجهدة لكي لا يبقى هذا الكفتة يطلق لنا الماء ويجينا هذه الحشوة نجفة هنا هذه الكمية ويجينا سأخبركم كل شيء بالعبار لكي نرى حتى أردت ثلاثة المرسويات الشعرية الصينية في الماء جيدة ويجينا قطعتهم جيدة ونضيفهم ونحرك على نار حتى نرى هذه المكونات ندامج مع الشعرية الصينية والأرض المقلاة نشفة لا يبقى هنا نصف حمضة كبيرة كبيرة هذه الحمضة كبيرة عصرتها مزيان كثير في النصف عصرتها مزيان وصافي على حساب لأنه نضوق ونرى صافي كان خاصني واحد العصيرة هذه الحمضة نجعل الحشوة تبرد من طبيعة الحال تكون نشفة مزيان وباردة مزيان باش ما تقطعش لنا الورقة أنا هنا سأخدم بهاد الورقة الشينوة شوفوا معي اللي كتكون في المجمد ودائما ردوا البال مني تحطوها في شي بلاسة شوفوا معي أنا دي كتتقطيعها كمني كتكون يابسة كيرما في كونجلاتور إلا تغطو عليها بشي حاجة ولا كتتهرس لكم الورقة حاولوا تحت عفضوا بها وصافي هنا كنحاول نفرق هذوك الورقات كنخرجهم من المجمد كنخلوا هاد طرخة وكننهزوا الورقات اللي بغينا كيف ما كتشوفوا معي الصافي بالنسبة لهذا الورقة البنات راح موجودة عند المحلات اللي كيبيعوا المواد ديالشينوة يعني من المواد الأسيوية وذك شي اللي برودوي باش كنخدموا السوشي والورقة ديالبسطيلة أي حاجة كتخصهم وهو ميا هنا يجبت الزبدة وزيت الزبدة اللي هي نوازية تنشفتها من هذك الحليب ديالها وكل شي باش ما تقطعش لنا الورقة وفي نفس الوقت باش ما تجيناش طباعيها كاف الورقة أنا كنخدم بهالطريقة البنات كندهن ورقة وكنحط فوقها ورقة آخرى بالتجاه المعاكس كيف ما شفتوا معي هذك الورقة راهي النوع المتوسط هنا عندي الحشوة باردة تماما وهنا هالطريقة راه كندهن وكنحطه وكنغطي بلاستيك باش كتجيني الطريقة السهلة إلا كانت ايدكم تقيلة ومبتدئات البنات حاولوا ما تديروش هالطريقة أنا اللي درت هكاية كنحط شحال باش كنحط بإيدي لان بالمعلقة ما كيعجبني شاختي كيعجبني نقيس ذاك شي بديها وهكاية كنخدم براحتي باش كننوزن حتى ذاك شي فيدي هكا ديال الحشوة كنعرف باش كتبقاو تديرو حبة حبة دائما كتبقاو تغسلوا في الديكم او لا خصتكم ضروري تبقاو تمسحوا في الديكم ولا هذك الحشوة كتبقا تقيس ليكم هذيك الورقة من الفوق وكتتحرق كتجي خايبة من الأحسن هكا كتتحطوا هذك شي كامل مرة وحدة يعني واحد الكمية بعدها وكتغسلوا في الديكم كتنشفوا كتجي وتبدو تلمطوا في البسيطلات ديالكم اللي كيجيون على هاد شكل شوفوا معي البنات يعني مزيان هنا غادي نحاول نقرب ليكم البنات المبتدئات شوفوا معي الطيّة ديال البسيطلات كنديرو وحدة فقلب وحدة كنجمع وكندهن بهذا الزيت اللي انا ديجا محتافظة بي عندي مخلط مع التحميرا وكنهزغي ذك الزيت الفوق يعني بوحدو متكونش فيه الحس ديال بودر ديالتحميرا بش مايتحرقش لينا من الفوق وصافي وكنخدم البسيطلات ديالنا بهذا الطريقة ركزوا معي البنات بالنسبة للبنات المبتدئات هنا كنجمعوا بهالطريقة هادي كنحاولوا البلاصة اللي كتبقى عريانة كندووزو لي هالجهة ديال الورقة الكبيرة وكندهنوها بهالطريقة وكندوروها لأن هالجهة اللي دهننا هي اللي غا تجي في الواجهة من الفوق باش هكايا كتجينها محمرة مزيان شوفوا معي ره البسيطلات البنات ناشفين حتى الورقة انا مني دهنته بشوية الزيت وزبدة تقدروا الدهنو غيب الزيت بوحدو راه البنات هنا سنقول لكم راه الحشوة كتبان بحلة فيها الشعرية بزاف ميران فيها بزاف ديال الجيش الورقة البنات راني مدهنته انا بزاف دهنت الورقة واحدة التحتانية والفوقانية راه دهنته غير خفيف 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 هكاكي يجيونا البسيطلات ديالنا ناشفين وشوفوا الطيية ديالنا البنات هاد الورقة السارحة كتسهل عليكم امورية كتجي من قائم من طوش الشكل اللي بغيتي كتديريه بها كتكون طائعة في الدك هنا بقرية شوية ديال الحشوة البنات درس بيهم هاد السيغار هادو هكا سعافي باش هكا جاتني اللاطه هي هادو 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 ثلاثة الاربيطات ديال شعرية صينيارة فيهم خمسين غرام في الحبة وخمسمية وخمسين غرام ديال جاج والمكونات الاخرين راكم شوفتوهم يعني ما كينش حاجة اخرى بالنسبة للناس اللي كيعجبهم مدق ديال الحوت والله غالب يعني انسان كيلي كيكون ما كيتبعش حداه الحوت الفواكه ديال البحر وهادو هادو فجاش كيبقى ارخص وسيلة واسهل وسيلة وسهلة وموجودة دائما اغلبية هنا ايا قطعت شوية ديالورقة البنات ليكم الختيار تزينه باش ممبغيتو انا شوية ديالورقة على هادو الشكل هذا وحليتو مزيان صعيب باش بقيت تلويه وتقطعيه مزير كيصلق مع بعضيات وحليتو مزيان ويمتو ما ديرو اللي بغيتو زينو باش ممبغيتو انا حاولت ندير زوج ديال الاشكال فالزين صافي وكن نوزعو بهالطريقة هديك الورقة البنات ردهنت بشوية من هادوك الزيت والزبدة ولي شوية شوية خفيف صافي كنديرها من فوقها كدرت تغير على النص و النص بقى في هاد الاثناء هاد الورقة البنات مكتستحملش انها الطيب على نار مهيلة بحل الورقة العادية وبحل الورقة ديال الفيلو هاد الورقة البنات على الاقل طيبه على 190 درجة حتى الميتين درجة متخافوش منا صافي 190 انا علش طيبت هاد الفسيطلات خليشهم كي طيبه مكيبغيوش نار مهيلة لان تقدر ديك الحشوة الداخل تنشف بزاف كتار من القياس و خليتهم حتى تتحمروا لنا هاد النوع ديال الورقة البنات را ما كيتتحمرش بزاف بزاف مهيما راه غير كتصفار راه طائبين وكتقيصون كتلقاوهم كرمشين و النقطة تانية كيم ما قلت لكم غان نشارك معاكم الايجابيات سلبية ديال هاد الورقة النقطة التانية ان هاد البسيطلات كيبغيوغيوغي تحطيهم في الوقت المناسب دخليهم اي طيبو في الوقت اللي غا تبغي التاكليهم يعني ما غا تحطيهم شو تخليهم شحال ويبقاو لنا مقرمشين بحال ورقة الفيلو ولا راهم كيرجعو كيدبالو شوية البردو بقاو صافي هادشي اللي نقول لكم هنا تزين راكم شفتو كل شي على عينيكم شوية بابريكا فوق هادوك شرائح ديال ليمون الحامض الشكل تاني درتلو غيها الطرايفات ديال الحامض موهم كان حي يدمنه وندير هنا نخلي وقت يديك البسيطلاتي باند زين ديالهم در نغي في الجنب ها غادي نزينهم بشوية ديال البوابو اولى بحبو بالخشخش كيف ما كتشوفوا معي هاي باش يعطينا لما نقدر على هادشكل الى كان عندكم دياف ولا تقدروا تديروهم معاشي شوربة ولا هانتو ممعشين مزيان هنا هزيت شوية ديال المعدنوس اللي بقالي يانيت من هذيك الحشوة وكنوزع هكيف جنب ديال ذاك المويم غير باش نعطيه واحد المنظر والتناسق ديال الالوان اختي ما تقولوا شوية ديك ما عطيشة ماء على شاية عرام تمه مويم هذه ما عطيشة تكون بار هذا ما كان وهادش اللي كان هذا هو الفيديو ديال النهار اليوم راكي يجيوا بسيطلة تزوينين هاد الورقة البنات كتتعاونكم في الخدمة كتتسهل عليكم اهم حاجة انقول عليكم في هادلا فيديو وخمشي ديال الحلو انا ما كيعجبنيش نخدم بها اللي حلو صافي برايوات ولا اي حاجة تعلوز لاش حاجة مقليين ولا الا هادش اللي نقول لكم اه سمعوا معايا تقرميشة البنات كيجيوا واعرين تخيلوا انا ضقت صيغار الول وصيغار تاني وكليت بسيطلة وانا باقي قام ما قلست شن تعيشة بكترة ما عجباتني ديك الحشوة وكتجيب بنينة 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 البنات حتى عفضوا بيها شهر رمضان مبارك ان شاء الله الله يدخلوا علينا وعليكم بصحة والسلامة وكل ما كتتمنوا ان شاء الله يا ربي في حياتكم بالنسبة اللي بنات لي كيخدموا لي كوموند غاد يخلي لكم تماما في صندوق الوصف كانت منى الفيديو ديال نهار اليوم تبارتاجيوه مع العائلة والاصدقاء بشعون فائ وبانشجعوا القناة مسكينة اللي ن Virgin leva blades written سنقول لكم سلام عليكم وان شاء الله سنلقاكم فيديوك الحوالي لكنتو اول مرة تشاهدوها القناة و Screen. لا تنسونش من العشراك والجرس باش توصلوا دائما بجديد القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا